نظم القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق ندوة أعلن من خلالها التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق بحضور جمعا من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن العراقي وتحدث الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في الندوة وضمن محورها الأول موضحا مأزق النظام السياسي القائم في العراق لا توجد جهة سياسية معارضة للعملية السياسية من خارج النظام في العراق أبدا توجد قوى مناهضة للاحتلال في الداخل والخارج معارضة لكل العملية السياسية أما معارضة كما يقولون وفق السياقات الديمقراطية من داخل النظام السياسي غير موجودة أما المحور الثاني فتضمن فضيحة تسريبات المالكي وإشعال الفتنة الطائفية في العراق تبين أن التسريبات هي لقاء واحد وهذا اللقاء تنتج زيته وبثه على دفعات ثم بث كاملا ثم أثناء لازمة بث تسريب آخر لكنه ضعيف جدا المالكي الآن يظهر في الإعلام ويطالب ويزايد على الآخرين ويتكلم بقوة أثناء التسريبات ما كان يتحدث وفي المحور الثالث للندوى تم التطرق لتدخل العتبة الحسينية الفج في وزارة التعليم العالي وعملها الأكاديمي تدخل ديوان الوقف الشيعي تحديدا ديوان الوقف الشيعي وجه كتابا لوزارة التعليم العالي يطلب بالسماح لمبلغي أي دعاة العتبة الحسينية في كربلا بالتبليغ في جامعات العراقية وزارة التعليم العالي بدون العودة لأحد وتحت شعار تصرف فردي من مسياقات متبعة عممت على كل الجامعات بفتح الأبواب لمبلغي العتبة الحسينية طيب أولا هو تدخل سافره في عمل الجامعات وزج قضايا طائفية وعنصرية فيها مجالس إدارات الجامعات ورؤساء الجامعات لم يستشاروا في هذا الأمر بعدين ما هي صلاحية ديوان الوقف السني أن يتدخل فيها الشيعي عفوا أن يتدخل فيها كذا موضوع حتى لو ديوان الوقف السني القصة يعني ليست طائفية وليست مذهبية وإنما جهة لا علاقة لها بهذا الموضوع وأخيرا تناولت الندوة جريمة الجيش الحكومي في أبغريب وعمليات الابتزاز والاستهتار بالدم العراقي وإزهاق أرواح العراقيين هذه الحادثة حادثة خطيرة جدا ولأنها جرت قريبا تناولناها في هذا التقرير كما تناولنا حادثة جبالة على سبيل المثال قبل أشهر ثمانية أشهر تقريبا في محافظة بابل وكما تناولنا قضية الرعاة الذين قتلوا في جزيرة الموصل قصفتهم الطائرات بحجة أنهم رهابيون وما إلى ذلك وهكذا دأبنا دائما القضايا الخطيلة تستهتف العراقيين نتناولها الجديد في هذا الموضوع أن عمليات الابتزاز ومشاركة الناس في أرزاقه وأمواله ومعيشته وفرض الأتاوات والخاوات عليهم على مدى السنين الماضية قضية معروفة ومعلومة لكل العراقيين لا يوجد صاحب مصلحة في العراق إلا وله شريك خاصة في المحافظات الشمالية والغربية لا إلا ويوجد له شريك أما من الجيش أو من الميليشيات اعتاد القسم السياسي في أية علماء المسلمين أن يجمل بعض القضايا المهمة في العراق القضايا السياسية وبعض القضايا الأخرى الخطيرة التي تحصل خلال الأسابيع والأشهر المعينة وهذا يتناول القسم السياسي في تقرير دوري يخرج كل فترة على الملأ لكي يسلط الضوء على أهم القضايا وذكر تقرير الحالة السياسية في العراق بالفشل المتكرر لأحزاب السلطة وانغلاق أفق نظامهم السياسي بعد عام 2003 ولغاية اليوم ترجمة نانسي قنقر